اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة الخاصة من الرافدين لآخر التطورات في تظاهرات ثورة شرين في بغداد والمحافظات المطالبة بإسقاط النظام القائم منذ عام 2003 برمته في وقت لا تزال كتل السياسية والبرلمان ورئاسة الجمهورية في حير الاختيار مرشح لرئاسة الحكومة وسط ربض الشعب تماما أي مرشح تختاره الأحزاب مع الصراع السياسي القائم على المصالح بينها سنبحث بذلك مشاهدينا الكرام وآخر التداعيات الأمنية الأخرى مع ضيفينا في الستوديو الكاتب والباحث السياسي دكتور رافع الفلاحي مرحبا بكم حياك الله ومن المؤمل أن ينضم إلينا عبر الهاتف من بابل الناشط في تظاهرات أبو تراب البابلي فكونوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه المتابعة الخاصة من الرافدين دكتور رافع مرحبا بكم جديد حياك الله نبدأ بآخر تطورات الأمنية بالغارة الأمريكية أو الغارات على مقار ميليشيا حزب الله في قضاء القائم الغربي الأنبار كيف ترى توقيت هذه الغارات دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم قبل التوقيت ربما بغض النظر عن التوقيت لكن هي القضية كلها كنا نسمع تعليقات يوم أمس واليوم حديث عن السيادة وحديث عن خرق السيادة وحديث عن العدوان وغير العدوان حديث بهذا الشكل ورد أن أقول في هذا الموضوع أنه لا يمكن الحديث عن أي قضية عندما تجزئها عندما تجزئ القضية وتكلم عن جزء جزء على حدة الحديث لن يكون منطقيا وليس واقعيا وليس صحيحا يعني تتحدث عن العراق الآن ولا تتحدث عن ماضي 17 سنة هذه لمضة من عام 2003 لحد الآن يعني تتحدث عن حكومة الآن ولا تتحدث عن عملية سياسية وكيف تكونت وشنو مكونات وعلى أي أسس قامت غير طبيعي تتحدث عن التظاهرات الآن هذه ثورة الشباب ولا تقول الأسباب وجذورها ولماذا خرج الناس الحديث غير منطقي كذلك في هذا الموضوع تتحدث عن ضربات أمريكية لميليشيات ولا تقول لشنو الموضوع يعني جذور الموضوع ما هي جذور الموضوع جذور هذا الموضوع من عام 2003 لحد الآن نحن لسنا يعني العراق بلا سيادة ولا استقلال هذه حقيقة واقع ولا يستطيعون إنكارها يعني الآن هذه قضية الحديث عن السيادة والاستقلال مثل الحديث عن الدستور عندما يتناسب مع مصالحهم يتحدثون بالدستور والدستور لا يمكن أن يمس وكأنه شيئا استغفر الله منزل وعندما لا يتناسب مع مصالحهم الدستور لا شيء يدسوا بأقدامهم ويمسحون بأحذيتهم نفس الحديث السيادة والاستقلالة تحدثون عنها الشعب خرج عشرات مئات المرات يطالب بسيادة العراق واستقلالة ويصوم كرامته هؤلاء شغب هؤلاء غير حقيقة وسيادة العراق متحققة عندما يعني إيران تدخل وتخرج وسيادة العراق متحققة لا أحد يتحدث عن السيادة هنا أمريكا موجودة وقواعدها موجودة لا أحد يتحدث عنها يوقعون اتفاقية أمنية عام 2008 يضعون العراق فيها تحت الانتداب الأمريكي لا تحكم قوتين أساسية إيران وأمريكا والحكومات عندما تتشكل بالتوافق الأمريكي بالتوافق بين واشنطن وطهران لا أحد يتحدث لا عن السيادة وعن استقلال تضرب هذه الميليشيات السيادة مست هذه الميليشيات الإيرانية تطوف في العراق ذهابا وإيابا وتقتل المتظاهرين وتقتل أبناء الشعب وتفجر هنا وتوقف هناك وتصرف كما تشاء لا أحد يتحدث عن السيادة في القضية هم يتحدثون عن قضية عندما يجزئوها الآن السيادة مخترقة لماذا كانت تكون سيادة في العراق حتى مخترقة لماذا هو العراق مستقل حتى الآن تحدثون عن استقلاله ما أنتم تعرفون هذه القضية يعني حلال على إيران وحرام على أمريكا واثنين هم حرام عليهم ولك تخاذهم أمريكي إيراني واضح نعم واضح وأنتم من جئتم بقطار إيراني وقطار أمريكي طيب الآن شنو الموضوع يعني هذه الميليشيات الآن يتحدثون أحدهم يقول مضحك الموكي نعم أنه أمريكا استفزها نحرر أراضي العراق فلذلك ضربتنا أي أراضي حررت أنت ومن حررها أمريكا كانت تحمي الميليشيات بالغطاء الجوي نعم وفي معارككم بالموصل وبالأنبار وبغيرها أمريكا شاركت في طائرات وبيقصف وبيرصدها وبيكل شيء يعني لو لغطاء الجوي لكم لما استطاع لما استطاع وهذه حقيقة وشكلت لكم تحالف دولي حتى وخلتكم وهي رسمة الخطة وأنتم دخلتوني تدمير الناس وقتلهم وذبحهم هذا واقع الحال أنتم على من تكذبون الآن طوال هذه الفترة أنتم داخلين في صراع أنتم أدوات لإيران داخلين في صراع مع أمريكا على الأرض العراقية والكل يعرف هذا الموضوع هناك تدافع هذا التخاذم مصل إلى حالة من المناكفة من الحساسية العالية بين واشنطن وطهران واشنطن لديها ملفات ويا إيران وتصفيتها الآن تجري على أرض العراق تجري من فترة طويلة تدفع هذا ودفع هذا والتخاذم يجب أن يضبط بشكل أو بآخر وقياساتها يجب أن تضبط والآن ماذا تضبط طيب أنتم كل هذه الأدوات الميليشياوية هذه سموها حشد هذه أدوات لإيران للمناكفة والتحارش بأمريكا طيب هذه الفترة كانت تضرب تقصف مناطق بها قواعد أمريكية وأنتم تعرفوا وهذه القواعد الأمريكية يعني ما جدت نزلت بالبراشور تعرفونها وموافقة الحكومة هذه الحكومة اللي شكلت وكل قواها وتعرفون هذا الوضع كله تعرفوا وهذه الأحزاب اللي تحكم العراق لم تأتي إلا بالمظلة الأمريكية ولا بالقطار الأمريكي هذه حقيقة فالعالم كانوا يحذرون لا تدخلون العراق طرفي هذا لا يتحول العراق إلى ساحة للصراع أنتم من حول هذه الميليشيات وإيران حول ساحة الصراع حول العراق إلى ساحة الصراع إيراني أمريكي طيب شنذن بالعراقي ولكن حتى البعض دكتور بعض المحللين نعود إلى التوقيت لماذا الآن تضرب ولماذا الآن هذه الغارات الأمريكية على ميليشيات الحج هل هي للفت الأنظار عن ساحات الثورة في العراق؟ لا أعتقد ساحات التضاءة قضية أخرى إذا هم يريدون تداخل الأمور ويضببون على ساحات التضاءة ساحات الثورة والثورة قائمة يريدون يضببونها لا يستطيعون هذه قضية أخرى الثورة ماضية في طريقها والثورة لها أهدافها والثورة ضد كل هذا الوضع هي الثورة خرجت لأن الثوار يطالبون مسيادة العراق باستقلال العراق بحكومة وطنية ببلد سيد على نفسه سيد بوسط شعبه هذا اللي هو وحكومة سيدة بشعبه مو أجيرة لإيران وأجيرة لأمريكا وصراعات ورئيس الوزراء لا يعين لبتوافق السفير الأمريكي والسفير الإيراني والسفير الإيراني يحدد لهم وقاسد سليماني يجينا هذا كلام لا يقبل لذلك خرجت التظاهرات هذه التظاهرات لم تخرج لتطالب بكهرباء ومي وخدمات وعينوا لي خمسة آلاف واحد هنا وجبوا لا هذه القضية هم أرادوا أن يحولوها بهذه القضية تظاهرات مطلبية يريدونه ودائما ما يقولونهم أنتم مطلبية إصلاحية دائما ما هذا الحديث يجري على السنة كل هذه القوى الميليشياوية والحكومية يتحدثون بهذه الطريقة والحقيقة غير شكل يريدون أن يحولوها بهذه الطريقة ويحول للآخرين أنه هذه التظاهرات مطلبية وإحنا عندنا معوقات وعدنا كم فاسد رح نطلحهم وعدنا قانون للفساد وعدنا معرف شين وقانون أحزاب ورد نسويها ورتب الأمور وتمشي وتبقى العملية السياسية والمقاسمة الطائفية وتبقى إيران مسيطرة وأمريكا والعراق ساحة للصراع والنفوذ الإيراني الأمريكي هذا هو واقع الحال ووصل بهم الحال أن الغرف الأمنية التي دارت ضد الثورة التي كانت تتراقب الثورة لم تكن فيها فقط إيران كانت فيها دول أخرى واستظهر الحقائق دول أخرى أيضا تدخلت جاءوا بدول أخرى مثل ما عملوا في سوريا جاءوا دول أخرى ما الهدف منه دكتور؟ الهدف هو أن تبقى هذه العملية السياسية وتبقى الزعامة الإيرانية في العراق ويبقى التغول الإيراني في العراق هذا واقع الحال نعطيكم ما نعطيكم لكن قبل أن تحمونه وهناك دول مستعدة لديها مرتزقة ولديها مصالح ولديها نهم واسع ولديها حاجة كبيرة للمال وللمصالح وتقبض وهذا واقع الحال واستظهر هذه الحقائق يعني هؤلاء الثوار الأبطال ذول الشباب الحلوين اللي قدموا يعني أعلى التضحيات وأكبرها وما زالوا يعيدون بتضحيات أكبر لا يواجهون عملية سياسية هذه مجردة بعناوين رئيس وزراء ومعرف منه لا يواجهون إيران ودول أخرى مع إيران وقوى وأمريكا وكل هذه الدنيا كلها ضدهم هذا وقع الحال هذا وقع الحال بالقضية فالآن يتحدثون عن سيادة مخترقة وذول قتله وما أعرف منه بمعسكر وانت عليش ليش جايب أسلحة إيرانية ومخزن لياها يعني مثل ذيش المرة من ضربتهم ما أعرف منه ويضربهم قالوا إسرائيل ضربتنا أنت ليش جايب أسلحة إيرانية ومخزنها إذا كانت وزارة الدفاع في قضايا التعامل مع الثوار في التظاهرة نوع أنواع من الأسلحة طلع وزير الدفاع اللي يسموه وزير الدفاع قالوا إحنا ما مستورديها والطرف الثالث مستورد والطرف الثالث معروف هذه الميليشيات وإيران مستورديها من إيران ولا أحد يعرف والمخازن هذه الحشد اللي يقولون هو الحشد تابع للقوة وهو جزء من القوى الأمنية وهذا طبعا هذا الحديث وهذا نفس القضية يجزئوها يعني ومثل الدستور هم نفس الشي يتلعموا مصالح هم الدستور شيء كبير وما يتلعم شيء يمسحهم لأنه هو جزء من هذه الأحزاب هم يتحدثون عن الحشد كمؤسسة لوحدها تتصرف لوحدها والحشد فوق الكل ووقف العامري في الموصل قال الآن الحشد أقوى من كل القوى بالعراق ومهدي المهندس قال نحن نصرف بكيفنا ونخش بكيفنا نتخذ القرارات اللي ريدها ولا أحد يقف قدامنا قائد عن قوة مسلحة مدري منه فسيما نشتري بس من من الأمور تصل إلى هذه نحن جزء من القوى الأمنية العراقية أنتم جزء من القوى الأمنية العراقية لو أنتم مفلتين إذا كنتم جزء من القوى الأمنية العراقية شون تدخلون شون تدخلون والقوى الأمنية العراقية والحكومة العراقية تدعي لنا الديمقراطية وتؤمم بدستور وضوابط وقانون شون تدخلون بسياراتكم تذبحون المتظاهرين في السنك وغير السنك شون تختطفون المتظاهرين وتقتلوهم وتعذبوهم متظاهرين ومتظاهرات والقضية قضية ملتبسة يعني عندما مصالحنا مخدومة نحن خارج الدولة نحن فوق الدولة وعدما مصالحنا تمس نحن جزء من الدولة الآن هم جزء من الدولة طيب جزء من الدولة ليش هاي مخازنكم ما تدري بيها الدولة عندما تعرج الدولة مخازن السلاح التي ضربتها نعم نحن لا ندري أشعرهم سلاح لا يعرفون حتى السلاح اللي عندهم طيب ما هي الاستعدادات الإيرانية كلها من تشكيل هذا الحشد هذه الميليشيات من لمتا لحد الآن كل الخطوات المتتالية لتشكيل حرس ثوري عراقي شبيه بالضبط بالحرس الثوري الإيراني هذه القضية كلها فتطور الأحداث وصولا إلى الحرس الثوري العراقي اللي يسيطر على كل شيء واللحظة اللي ينقلب على كل الأمور وينقلب وينسكي البلاد كلها وقل لك أنا أنا لحكم البلاد وهاية ما مستغربة لذلك طلعت هذه التظاهرات وصلت الحالة إلى حد لا أحد يستطيع أن يتحمل هذا الموضوع لا أحد يستطيع أن يتحمله الآن لا هي جزء من الحكومة واعتدوا على الحكومة هما الحكومة والعملية السياسية وكل أطراف اللي بيها من أحزاب وقوى والشخصيات هي تحت المظلة وتحت الحماية الأمريكية هي لو أمريكا رافعتها عنكم ورافعتها عن إيران مكان المقاومة أنهت كل هذا الموضوع وانتهى الموضوع مكان هذه الثورة انتصرت بأقل الخسائر بأقل التضحيات ووصلت إلى أهدافها وانتهى الموضوع هذا اللي حاميكم العالم كل لا يساند قضية مثل قضية العراق وقضية المتظاهرين والثورة العقيقية لحد الآن مساندة التي يجب أن يساندونها ولكن دكتور يعني كيف تنظر أمريكا موجودة نعم كيف تنظر إلى تغريدة سفير الاتحاد الأوروبي التي حذفها ولكن تم تداولها من وسائل الإعلام قال إن ما معناه التوتر بين الحشد وواشنطن يجب أن لا يلهي عن أزمة العراق الحقيقية ويقصد ما يحدث في الساحات نعم لذلك أنا أقول أنه أنه هذه الثورة ما لا علاقة بهذه المناكفات الإيرانية الأمريكية هؤلاء الثوار ومرأة أخرى خرجوا لذلك هذه الثورة بهذا الشكل خرجوا من ضيم من قهر من مرارة 17 سنة من القهر والضيم والمرارة هذه لم تأتي اعتباطها من الدماء من تمزيق المجتمع من خراب كل بنات تحتية من خراب التعليم والصحة والخدمات وكل شيء والاقتصاد والسياسة لذلك خرجوا هذا وإشاعة فكر طائفي وفكر تفريقي ووصول إلى أن العراق لا يساوي شيئا عند الناس خرجوا لأن يريدون وطن يريدون بلد سباة عسن هذه جذور القضية لماذا خرجوا في واحد عشرة لماذا الشباب العراقي انتفضوا بهذه الطريقة لماذا قدم كل هذه التضحيات هل لأنه يريد وظيفة ويريد كهرباء ويريد كذبة كذبة كبيرة لأنه الفساد لأنه الخراب لأنه هذه الأحزاب عاثت بالأرض فسادا لأنه هذه الميليشيات تتصرف تغيير كارل يريد لأنه العراق بلا كرامة وبلا سيادة وبلا أمن ولا استقلال هذه الحقيقة فهؤلاء خرجوا لإزدحصيل هذا كله فالقضية بعيدة عن هذه المسألة يحاولون يحاولون التعمي عليها وعدنا الآن حشد ما عرف هذه كذبة كبيرة يعني وأحدهم قال يعني الآن القضية مو الحشد الشعبي شعب الحشد المقصود هذا اللعب بالألفاظ هذه الحالة المريبة المعيبة اللي يعتقد أنه هو يفهم ومنظر ويضحك على العالم العالم ما ينضحك عليها هذا لا حشد الشعب ما مقصود ما العلاقة الشعب بالساحة ضربته بالرصاص قتلتوا لي شو من قتل الشعب مو أنتوا مو هذه الحكومة وميليشياته هذا الشعب من هو دي قتله من هو حاصر لهذا الشعب من هو مدد يستجيب طلباته من اللي سوى لقانون ما الانتخاب شهرين ثلاثة شهر سوى لقانون ما الانتخابات تالية طلعون قانون ما الانتخابات سيئة يعيد مرة أخرى تدوير نفسكم حتى تقوم بالحكم وتبقى العملية السياسية وتريدون أن تستطيعون تعديلات دستورية وانتوا تعرفون كذبة كبيرة لا تستطيعون أن تلعبون بهذا الدستور لأنه وضعته بألغام وقفاله ما حد يقدر يفكد فتشيل لهذا الدستور وتمزقه في سلة المهملات وتكتب دستور وهو لغارة مات كتابة الدستور والدستور شنو هو قانون يحدد مسيرة الدولة وتعامل تعامل الحكومات مع الشعب والشعب وحقوق وواجباته هذا الدستور وقانين تنظم حركتك وحركة دولتك لا أكثر ولا أقل وشكلك لكن كتبته واحد كفرته بيبي بالشعب تحدثون مثلا في هذا الدستور هم اللي يقولون نريد أن عدله لاحظ التصريفات إحنا جينا ديمقراطيين وإحنا من أجل الشعب والشعب يجب أن يحكم بالمادد الخمسة يمكن الشعب هو مصدر السلطات طيب هذا الشعب مصدر السلطات وتضربوه بالرصاص وتقتلوه وتتهمو أنه هو أولاد السفارات مولوكم ما أعرف منه أنتم متسوسين لأنه طالبوا بحقوق وطالبوا بوطن طالبوا بوطن إحنا قدمنا دماء إحنا شو قدم الدماء أنت قدم الدماء شو قدم الدماء بالتالي هذا والنفط هو الثروة الرئيسية هي ملك الشعب طيب إذا ملك الشعب شخذ منها الشعب أنتم هذه الحكومات كلها من 2003 لحد الآن صرفوا الدستور على أنهم يمثنون الشعب فبالتالي هم أوصياء على الشعب ويأخذون الأموال يصرفوها في فسادهم وخرابهم وعقودهم الوهمية وكذبهم بس الكهرباء صار فينا عليها أكثر من 100 مليار دولار بالأرقام لكن حقيقة الكهرباء إلى جنوب الفاسدين جنوب الفاسدين المشاريع مدارس هذا بالعراق هذا العراق العظيم الذي اعترفت اليونسي أن العراق ما بيه أمية في نهاية السبعينات الآن الأمية 7-8 ملايين عراقي أمي وأكثر من هذا العدد متسربين أكثر من ملايين متسربين مليون طفل مشرت بالشوارع هذه حقيقة لا يتعاملون معها وبالتالي الطفل بالمدرسة لا أروحوا للمدارس ما يصير التعليم ما يمس أنت المدرسة غرقانة بالمايات وغرقانة بالسيان والطالب ما عنده رحلة رحلة خشب ما عنده يقض عليها قاعد وخليلها طاب وقتين قدامها حتى يكتب عليها وهذه المدرسة اللي يروحوا لهذا الطالب العراقي ليش هذا وين بمجاه الأفريقي عندهم مدارس أحسامنهال ومدارس طينية طيباء المليارات الحلوة والراحات وهذا الحديث لا يمكن تجزئته لا يمكن الآن أن تتكلم لي عن قضاء نزيه وعن قوى أمنية نزيه وعن وزارة خارجية وسياسة خارجية نزيه وقضاء ما عرشنه كذب هذا نفس المستنقع متظاهرون أيضا دكتور يتحدثون على هذه الوحدة التي تتفضل هذه الوحدة كاملة لذلك التظاهرات هذه الثوار خارجية ضد كل هذه الطبقة ضد كل هذا الفساد كل هذا الخراب يريدون أن يزيلون كل هذا لأنه عدم إزالته بقاء المرض هذا سرطان نعم الآن يلعبون عليهم يحاولون اللعب هما ما يلعبون عليهم هما يقدرون نسوي لكم راح نسوي لكم قانون للمعرف منه نصلح الدستور كذبة ما محتاجي منكم هذا الموضوع ما محتاجي لأنه هم قادرين أن يسوون قانون الانتخابات وقادرين أن يسوون دستور وقادرين كل شي يسوون ولديهم عقول هذول الشباب هذول الشباب العراق نعم كلهم عقول وقدرة وفهم وقدرات ورؤية صائبة وعراقية وأنقياء أهمها بالموضوع أنقياء النفوس والقلب والضمير والعقل ممثلكم ملوثين الآن صار الحشد المقدس شنو مقدس يعني شنو المقدس الليبي شنو مقدس دهنا هو قاتل يعني فهمونا شنو المقدس يعني جيش قاتل جيش مقدس شنو المقدس هذه كذبة كبيرة حشد مقدس هذه الغارات دكتور كما تعلم أسفرت عن قتل آمر لواء الخامس والأربعين المدعو في حزب الله طبعا ميليشيا حزب الله أبو علي الخز علي إلى أي مدى دكتور ترى أن هذه الغارات يعني أرادت أمريكا إيصار رسالة ما من ورائها هي تريد أن ترسل رسالة إلى إيران وهذا جزء من المناكفات الإيرانية الأمريكية لكنها تجري على أرض العراق وأرض العراق ساحة لكن من يحول أرض العراق إلى ساحة للصراع هذه الأذين يحكمون والحشد هي هذه الميليشيات وغيرها وهذه القوى والأحزاب هي التي حولت العراق إلى هذا المستوى هي التي أوصلت العراق الآن يعني يزعلون ويزدادون غضباً لأن هذا الحال أدى بهم إلى قصفهم أدى إلى قصفهم ما أنتم اللي وصلتوا العراق إلى هذا الحال أهل العراق يريدون استقلالهم يريدون حريتهم صاركم 17 سنة لا بنيتهم لا سويتوا تجربة بها خير لا عرفتوا صون الاستقلال لا عرفتوا صون حرية البلاد البلاد تستوردون تستورد الحكومة وقاعدين لمجلس النواب يريدون أن يقومون قانون لانتخابات نزيه للعراقيين لكن يوافقون على استيرادات للعراق بس رقي مليارين وستمئة مليون دولار مليارين وستمئة مليون استوردون رقي بسنة 2017 رقي استوردون بهذا الطريق طماطة استوردون بمليار وستمئة مليون هذي وين طيب انتو شرفها ليش ما حسبتوهم ليش ما قلتوهم يا با وين وديكموا هاي فلوس المنهادي هاي شلون نستورد احنا هي ليش زراعتنا عاطلة ليش الفلاح ماننا يزرع الطماطة ويتعب ويجيب هل السوق ويريد يبيعها بخمس زنانين يقال يرانية بدينار فالمواطن لا تلوموا المواطن المواطن شالية المواطن يجد يشتري الشغلة الرخيصة لأنه امكانيتها متساعدة بس الدولة إذا محام ينتاجك إذا ماكو حماية من الدولة اللي ينتاجك المحلي صحيح لا يعني شيئا ذلك هذه ساحات ساحات الشرف هذه ساحات التحرير كلها في العراق كلها الآن الشجع على المنتوج الوطني العراقي لأن العراق بآلاف المصانع كانت كلها تم تدميرها وتم نقلها وباع وهذا الحشد يعني لحد لحد بيجي لحد مصفى بيجي ألم يفكخ وهو وينقل أدوات المصفى إلى مكان آخر وإلى إيران وغير إيران هذا الكلام معيب الآن سيادة العراق هو من جعل أمريكا وإيران يتصارعونها للعراق بهذا الشكل مر هنا إرادة العراق لإيران وأمريكا والآن تتحدثون يعني هذا حرام وهذا حلال وهذا صح وهذا خطأ أنت وصلتم العراق إلى هذا المستوى الشعب شنو ذنبه الشعب يجب أن يدفع الثمن الآن والله مو يقصدون يقصدون شعب الحشد الثريدون تحملون الشعب مسؤولية هذا هذا الكفر وهذا الأذى والسوء اللي فعلتوه طوالها 17-18 سنة تريد تحملوا للشعب الشعب شي تحمل تحمل فسادكم وخرابكم ودماركم وقلة عقولكم وقلة رأياتكم 17-18 سنة والآن ثارح ليكم وفي أشهر مئات شهداء الآن وقتلتم من عنده ألف شي و27 أكثر من 27 ألف بين شهيد وجريح والمعتقلين دوما يقول لك احنا ما عدنا معتقلين وما عدنا معتقلين رأي قبل قبل يومين طلعت القوام 1751 فقط أوامر أوامر من القضاء الشريف باعتقالهم كلهم من المتظاهرين لأنه ذول شنو ذولهم يعني مو أصحاب رأي خالفوا الرأي نعم يعني مو مو ديمقراطية جديدة مو هذه ديمقراطية جديدة طيب يقول لك أحنا ما عدنا واحد وبعدين يطلعوننا وراها بيومين يقولون القضاء يعلن أنه أطلاق صراح 2650 واحد من المتظاهر وين كانوا ذوله لأ شون شون قلتوا ما عدنا والمختطفين واللي راح والبنات والولد المختصبين والمحروقين اليوم يدورون واحد جثة محروقة في تحت جسر الحرار ما هي بعملية السنك شمروا الناس من فوق وحرقوهم وقتلوهم وبالكترات وميليشيات وأمامكم وأمام كاميراتكم هذه اللي ما ليدني آلاف الكاميرات وقوى الأمنية بصفها ما سويتوا شيء الآن يعني فارت النور كما يقال والحشد الآن هو مقدس وضربه وكرامة العراق مست والشعب العراقي هو المقصود الشعب العراقي مقصود منكم قبل كل شيء والعراق مقصود منكم الأذى جاء منكم للشعب العراقي والعراق نعم أنتم من ضيعتوا هوية العراق الجامعة الطيبة الحلوة المجتمع الجميل هذا اللي كان بالعراق ما لا علاقة بنظام نتحدث حتى لا يقولون نظام ما علاقة بأي نظام نعم لكن هذا الشعب العراقي هذا مجتمع مجتمع جميل راقي يحترم الكبير ويحترم الصغير ويعطف على الصغير ويحترم امتلكاته ويخاف عليها شنال شناللي صار شيع وسني وكردي وعربي ومعرف منه وحزاب طائفية وتسمونها ديمقراطية وصناديق اختراع وصناديق معرف منه وتبوقوها وتزورون وتحرقوها وكل كذب والفطاقات بجوب كم خاليها الكلام كل هذا الفسادكم احنا راح نسوي لكم قانون من يقبل به يعني لا يقبل لا يمكن ان تتوقع من مجموعة فاسدة وخربة العراق ان تصلح وتكون مجموعة طيبة وناصحة وشريفة لا يمكن كيف يعني شنو يعني عدهم بها عصر صحرية وغيرتهم فبالتالي وضعية متداخلة والصورة شاملة لا يمكن النظر الى جزء من الصورة وترك الصورة الكاملة العراق بكارثة وعوامل هذه الكارثة احتلال خارجي امريكي واحتلال ايراني وقوى تناغمت والتقت مصالحها وجاءت تحت العباء الايرانية والامريكية حكمة العراق بالفساد والنار والحديد والرشاوة والفكر الطائفي والفكر التقريبي هذه الكارثة وسرقت كل شيء وضيعت هوية العراق وضيعت سيادته واستقلاله وكل شيء به الان تتحدثون عن سيادة واستقلال رئيس الوزراء يعرف بالقضية يبلغوه الامريكان ويسكت وورا ما تخلص الضربة يطلع يندد وينتقد هذا ما ذكرته وسائل اعلان مضحك هذا من وزير الدفاع الامريكي اخبره بذلك خضية مضحكة نعم انتم لماذا حولتم العراق الى هذا المستوى فمن حق التظاهرات حق هذه الثورة تنظي في طريقها الى اخر اهدافها وتأخذ الحكم منكم لان انتم لا تصلحون للحكم وتحاكمكم وتروحون الى المحاكم تدفعون حق الله وحق الناس وحق هذا الوطن هذه هي العدالة اما نجزع الصورة ونبدو نتكلم هنا وهنا وهذه سيادة وهذه هي مسيادة وهذه استقلال وهذه مستقلال وهذا مقدس وذاك ما مقدس هذا كلام ما مقبول الشعب اوعى من هذا بكثير نعم اشتركوا في القناة اهلا بكم الجديد مشاهدنا الكرام في هذه المتابعة الخاصة من الرافدين دكتور رافع كنا نتحدث عن تدعيات هذه الضربات الامريكية وتثيرها في العراق وفي الصراع القائم الامريكي الايراني ولكن بحسب وسائل الاعلام يعني ايران عبرت عن استياءها من هذه الغارات الاخيرة على ميشي حزب الله داخل العراق في القائم في الانبار يعني كيف تصف هذه الاستياءة يعني ما دخل ايران في هذا الموضوع ويعني من الذي اوصل الوضع الى ما هو عليه ايران اولا راح تتحدث مو بذلك راح تتحدث بمنهج انه هي وصية على الجميع وهي انسانية ومسلمة ومعا كلام هذا اللي يتحدث بي ضريف وزي خارجيتهم وهذا محور يستضرف بي على العالم محور مقاوم اي ومحور مقاوم ومعرف من هذا الكلام المائيب لكن واقع الحال لانه هذه الميليشيات ميليشيات ولانه السراع سراع هما امريكا فالقضية هي اللي لكن المصيبة كلها انه العراق هو وسعة الصراع ومن يدفع الثمن هم اهل العراق ومن يدفع الثمن الوطن العراقي هي هذه القضية الاصل في كل ذلك الاصل في كل ذلك الان لا يجوز خرق سيادة العراق تعدد ايران استقلال العراق هو الاصل في ذلك العراق عنده سيادة عنده استقلال ما هو جسد موته الجسد تضربون به بعد ما ما يتحرك يعني الجسد ما يستجهب للألم لأنه ميت فأنتم ماكوا استقلال وماكوا سيادة تحدثوا لي عن سيادة واستقلال ومن يضيع السيادة الاستقلال أنتم خرقتم كل شيء العراق أضعفتم ووصلتوا إلى درجة من الانحطاط وطلعت الناس الطالب الآن لماذا يطالبون بوطن ما هو هذا التفسير المنطقي والواقعي لماذا جننهم هذا الموضوع لماذا ثار غضبهم على قضية كل واحد يقول أريد وطن هذا الشعار نريد وطن لأنه نريد وطن بمعنى أنه ما موجود وطن بمعنى أنه الوطن مستلب وشنو المستلب به مستلب به سيادته واستقلاله وكرامته وهويته هذا واقع الحال طيب من وصله لهذا الحال شعب العراق هذا الشعب اللي قلتوا له إحنا جئنا على مظلوميتك وخلصنا من دكتات تورية ومعرف منه وإحنا مناظلين هذا الكذبة مالتكم جئتوا حفات والآن تمتلكون المليارات والأرصدة بالبنوك والبنايات والمنشآت والشركات بكل العالم وأولادكم ما أدري وين هو هذا الشعب اللي جئته من أجل مظلومته وصلتو إلى 12 مليون عراقي تحت خط الفقر يأكلون من زابل وصلتو إلى 6 ملايين أمي و7 ملايين اثمن ملايين عاطل عن العمل وخمس ملايين خارج العراق ورمع ملايين بالخيام نازحين ومدنونة. مدمرة وخدمات غير موجودة وشعب كله خرج بالشوارع نايم صالت لتشهر هو هذا النظام اللي سويتوه هاي الديمقراطية اللي تتحدثون عنه هياي الحرية والمظلومية والنزاهة والسمو اللي جتوا من أجله هذه كارثة هذه لم يشهد العراق بتاريخه كله من قامت يعني من صار العراق إلى اليوم لم يشهد عبر آلاف السنين لم يشهد مثل هذا التاريخ الأظلم حتى في زمن الاحتلال التتر هولاكو المغول واحتلوا العراق لم يحصل مثل هذا الحال أبداً لم يحصل لم يمزق المجتمع بهذه الطريقة ولم تدأس على كرامات الناس بهذا الحال نعم ولم يكذب هذا الكذب كذب وما زلتم تمسكين بنفس الكراسي نعم وما زلتم تتحدثون عن السمو وعن التحقيق الإنجازات لاحظ اسمع عادل عبد المهدي يتحدث عن الإنجازات التي حققتها حكومته خلال هذه الفترة اللي أن تسمعها يعني ما تعرفش تسوي والله عندما تسمع هذا الرجل تقول هل به خبل ماذا يقول هذا طيب إذا عندك كل هذه الإنجازات هذا الشعب ليش طالع يعني شعب هذا شعب يعني ما عرف يعني بلا عقل يعني شعب هيش طالع عبثاً خرج هذا الشعب ونام وقدم كل هذه التضحيات ألف شهيد شباب مثل الورد قتلتهم لذلك كل المحاولات دكتور محاولات الحكومة لإستمالة المتضانين أخفقت أبدين وحتى هذه ترشيح رئيس وزراءة وكلها حتى هذه المحاولة الآن اللي جارية هذا الشعب الحشد هذا الكذب لا تقنع أحد أنت من أوصلنا لهذا الحال إحنا ما معتا أنت ليش تحتاج هذا والسؤال بالمنطق الأصل أنت ليماذا تحتاج هذا هذا الكم من الميليشيات ليش أنت عندك مليون ما هم كانوا ينتقدون النظام السابق والأنظمة السابقة لديها جيش كبير كان يقولون مليون واحد ما الآن عندنا مليونين ونصف جندي وضابط بجيش لا توجد معارك هذا اللي يسمون وما عندك وماشي عندك مليون ونصف ما تفعل بيهم ليش جبت هاي الميليشيات لك كنتوا تنتقدون ميليشيات سابقة حرس قومي وغير حرس قومي وغيرها طيب طيب ليش سويتوا هذا شنو الموضوع اللي قلتوا الآن فبالتالي أنت أمام حالة غريبة عجيبة متناقضة يحاولون أن نلعب على كل شيء من أجل أن يبقوا أن تبقى هذه العملية السياسية بشكلها الحال هذا يعيدنا دكتور أيضا الحديث عفوا عن النفوذ الإيراني لنتابع هذا التقرير المصور ثم نعو المشاهدين الكرام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كما شاهدنا مشاهدين الكرام إذن دكتور رفع المتظاهرون أدركوا خطورة هذا المخطط الخبيث الأمريكي الإيراني وهذا النفوذ الإيراني وضرر على العراق وما ألت إليه الأوضاع التي تفضلت بذكرها لذلك خرج المتظاهرون بوضوحة لإسقاط هذا النظام برمته وهو كما تعلم يعني هو تابع لهذا النفوذ الإيراني وما جاء به المحتل الأمريكي كيف تنصف ذلك؟ بالتأكيد وترى هذه القضية يعني مو مخفية مو انكشفت الآن لم تنكشف الآن من أول لحظة إيران هذه التي تصف أمريكا بالشيطان الأكبر ألم تضع يدها هو الشيطان الأصغر يدها بيد الشيطان الأكبر في اعتلال العراق ما هم اعترفوا هم قالوا هذا طيب وقالوا أنه هذه الأحزاب دينية وتأسست ومبنية على الدين والخلق العالي ما قالت لهم إيران خلوا يديكم بيد الشيطان الأكبر من أول لحظة ما الدين يمنعهم والأخلاق تمنعهم ورؤيتهم وهذا معتل لشون يخلون يدهم بيده وقالوا خلوا يديهم وتعاونوا معه عندما أسس العملية السياسية أول من دعا ودعم العملية السياسية هي إيران كيف تدعم هذه من تقف ضد الشيطان الأكبر وهذا شيطان شيطان هي تصفه بالشيطان والأحزاب تصدرت المشهد السياسي نعم وقالت لهم تمسكوا بالعملية السياسية ودخلوا الانتخابات ودعمت أول الانتخابات والانتخابات وهي تعرف وكل الدنيا تعرف حتى توقيتها يجا من بوش من الرئيس الأمريكي بوش إذن أين الدعوة الإسلامية المجلس الأعلى للثورة الإسلامية ما هو هذا هذه الأحزاب طيب إذن هذه الأحزاب لا لها علاقة بالإسلام ولا لها علاقة وهذه قضية التشويه وهذا النظام في إيران ليس له علاقة بالإسلام هذا ما لها علاقة هذه العباية والعماء ما يكذبه ما لها علاقة بالإسلام منطق الحال لأن الإسلام يمنعك يمنعك يقول لك هذا محتل وأنت تسميه شيطان أكبر وتتعاون ويها هذه الانتهازية والبرغماتية هذه لا تنفع مع الإسلام لا تتماشى ما تجي ويها الإسلام على سطح واحد فأنت لو مسلم لو ممسلم قل لنا شنو نظامك شنو طبيعة نظامك نظام إسلامي وجمهورية الإيرانية الإسلامية شي سموها والآن يسموها الكبرى ما عرف ليش يعني شغلك معيبة يعني أنتو هذا الوضع وبالتالي التخادم الأمريكي وهذه الميليشيات تأسست تحت المظلة الميليشيات الإيرانية تحت المظلة الأمريكية وقتلتوا ميليشياتكم وقتلتوا سحلتوا هجرتوا أحدثتوا التغيير الديمغرافي وسيطرتوا على الحكم وسيطرتوا على الاقتصاد وكل شيء بالتعاون مع الشيطان الأكبر الآن الشيطان الأكبر صار عدوكم والآن من يخرج عليهم دكتور هم أبناء الوسط والجنوب ولدينا الآن عفوا دكتور يعني نموذج آراء لطلاب كلية الكنوس في البصرة لنشاهد هذا المقطع المصور ثم نعود مشاهدينك نحن كمتظاهرين البصرة من أكاديميين وطلاب جامعات ومعاهد نتظاهر من أجل قضية وطن العراق فوق الكل وفوق كل العادات والتقاليد نحن نتظاهر من أجل عراق متقدم وعراق مزدهر وعراق خالي من الأحزاب وعراق خالي من القتل نحن صارنا شهرين ما نداوم ونطلع طالنا عن المظاهرات من الشهر العاشر طلعنا اليوم من ساند إخواننا المظاهرين مساحة التحرير اللي قاعد يمقتلون بس على مد طالبون بحقوقهم نحن نستنكر اللي جاي يصير اغتيال الناشطين المدنيين ويعني الموضوع الجاي يصير كل شمو يعني يطلع مساحة التحرير يتعرض للقتل يتعرض للناشطين يتابعون البيت وكتلونه هذا الشي ناتج من الأحزاب وناتج من العمل مالتهم البشع كما شاهدنانا مشاهدين الكرام يعني الوعي والتشخيص كما ذكر قبل قليل هذه الاغتيالات للناشطين يعني سببها ومن يقف وراء هؤلاء الأحزاب ومليشياتها كما ذكر الشعب عارف هذه القضية والشعب لم يخرج في واحد عشرة فقط يعني هذه الثورة لها امتدادات لها جذور أهل العراق خرجوا من أول يوم بالتظاهراتهم وما مر عام من هذه السنوات ما يقرب من 11 سنة لم تخرج به التظاهرات عشرات بالمرات وفي كل المدن العراقية نعم ونذكر 25 شباط 2011 كيف قمعت يعني كيف قمعت وخرجت 55 مدينة عراقية هذا واقع الحال أهل العراق رافضين لهذه القضية رافضين لهذا التشتت أهل العراق أهل عقل وفكر وهل طيبة وهل رؤية وبصيرة وأهل بلد وعارفين وطنهم وقيمتهم وبلد من أجمل بلدان الدنيا وشعب من أجمل شعوب الأرض يعني لاحد يزعل بس هاي العراقيين عراقيين أجمل شعوب الدنيا فكراً ورؤيةً وطيبةً وخلقاً وتصرفاً وإدراكاً وهذا واقع الحال وهذا نحازحنا هذا بلدنا وهذا شعبنا لكننا نحازحنا بالباطن نحازحنا بالحق يعني هو من اخترع الكتاب ومن اخترع العجل ومن اخترع القواني هذا عمق الحضاري وهذا تاريخي وهذا اللي قام به وكانت بغداد منارة الدنيا وما زال وهذا الشباب أثبت أنه العراق حي أثبت أنه العراق معدنة راقي جداً وهو معدنة طيبة وهذه العقول اللي تشوفها صغار لكن يتكلمون بمنطق ورؤية ويعني دقة تحجب تطمئن على مستقبل العراق فعلاً هذا هو هذا العراقي أما نجيب لي ناس صراق وفاسدين ويكذب علينا والوقت يكون ساعة ينزل يبدله ويلبس بدله وهو نوبه إسلامي ونوبه علماني ونوبه ما عرف منه القضية ما ترهم وشعب العراق قادر أن يكشف هذه الأمور وكشفها من أول يوم لكنه وصل إلى حال بعد لا يستطيع التحمل خلص خرج لأنه العراق رايح إلى الهاوية يريد ينقذ العراق اليونسيف الآن دكتور في آخر تقرير تقول عشرين يعني ألف طفل منتهك منتهك حقوقهم ويسلمون يعني نعم من شقد من العدد شقد العالم يتحدثون عن ستين دولة نعم ستة وعشرين ألف طفل يتحدثون عن ستة وعشرين ألف طفل من ضمنهم عشرين ألف بالعراق من ضمنها الستين نعم ستين دولة نعم أحصى وفي ستين دولة ستة وعشرين ألف العراق فقط عشرين ألف لاحظ الكارثة اللي لهم مسبل العظمى لاحظ الكارثة اللي جاءوا بها هؤلاء الذين يتحدثون الآن بلد المزهر ومر من المرات لا إله إلا الله الجعفر يتحدث يقول حكومة ملائكية إذا هذه الحكومات الملائكية يعني مثل هذا اللي قال جبنا سياسيين يعني غاية بالفهم والحذاقة قضايا غريبة عجيبة حكومة ملائكية إذا كانت الحكومات الملائكية في العراق قد فعلت في العراق هذا الفعل فيها ملائكية هذه غريبة حالة غريبة وهم مجموعة من السراق مجموعة من الكذابين مجموعة من الدجالين يحاولون تزوير كل شيء من أجل أن تبقى هذه العملية اللي مستفيدين منها طبعا في إطار هذه العملية السياسية هناك سنة وهناك الشيعة وكراد وعرب هؤلاء كلهم المنتفعين بأحزابهم وبقوائهم والشعب يدفع الثمن ما يقرب من 17 سنة يدفع أقصى الأثمان والله لو هذه الكارثة العراقية وضعت بمجسم ووضعت أمام الناس لها لهم ما يرونه في العراق مصائب كبيرة العراق بنت بسجون أكثر ما بنيت بمدرسة لم تبنى بمدرسة واحدة لكن بنيت مئات السجون السرية والعلنية بنت بمراكز التعذيب والقتل قامت الدنيا ولم تقعد على مقابر جماعية كم مقبرة جماعية من 2003 إلى حد الآن دعوة 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 كم مقبرة جماعية وين راحوا الناس وين يا هالقضية غريبة عجيبة وبالتالي يتحدثون احنا أصحاب احنا شرعية شنو شرعية احنا منتخبين خرج الشعب عليكم امتهت شرعيتكم اولا هاي الانتخابات هي مشرعية لانه هي اساسا قامت في ظل الاحتلال واذا ردتوا تنسون هذا الموضوع تركونا من عنده ماشي هم نقول لكم تركونا من عنده تركونا تعالوا شوفوا التزوير لم يحصل تزوير في العالم مثل ما حصل في العراق التزوير في كل شيء انتم يسرق مليار من تريليون دولار من العراق من يعرف يزور الانتخابات فزورتوا الانتخابات بهذه الطريقة اذا هي مشرعية مزورة ودعك من هذا باخر انتخابات 82% من الشعب العراقي ما دخل الانتخابات 18% يقواكم الامنية والميليشياوية يلي انتخبتكم ومع ذلك هم جرى تزوير والمم المتحدة وانتم خرجتم على الشاشة قلتم حصل تزوير لم يحصل في العالم كله وصلت الى حرق صناديق التصويت هاي صناديق الاقتراع فاذا شرعيتكم اللي تقولوها بصناديق الاقتراع هذي مشرعية الشرعية الاخرى وهي الحقيقية شرعية الانجاز كل حكومة لها برنامج بالعالم كله صحيح برنامج وتنجز اذا ما تستطيع تنجزه يقولوا لو اطلعي لها انه انتم تقدرين وما عندك شرعية فهي يقيلوها للحكومة لانه ما قدرت تنجز يخرجوا الشعب عليه طيب اصباطاع السنة خلي قلونا شنجزهم شنال الانجاز اللي يسوون شرعيتهم به فبالتالي هؤلاء يعني انا مرات اشوف لافتات خرجنا لننزع الشرعية ما احدهم شرعية حتى تنزعوها حقيقة ما احدهم شرعية صادت شرعيتهم هم ما احدهم شرعية أساسا لانه لا شرعية الصناديق ها يتحدثون عنها واختصروا الديمقراطية كلها الديمقراطية فكر الديمقراطية منهج والتربية وتعامل وكل شيء الديمقراطية مو صندوق صندوق انت خابات انتوا اختصرتوا الدنيا كلها في صندوق الاثنية وصندوق مزور وضحكون على العالم به هاي هاي مزد وضحكون على نفسكم وبالتالي تعالوا تركونا من هذا قولونا انجازكم شنو شرعية انجازكم شنو شنو اللي سويتو سويتونا ميليشيات وخراب وانتوا العراق إرادة العراق ليران وامريكا والغيرها والدنيا والنفط مرهون إلى عقود استثمار لدول أخرى والعراقيين بالشمس قاعدين اللي يصير مهندس يقعد يفتح لتشمبر ويقعد واللي طبيب ما يلقى لها مستشفى واللي طبيبة ما تلقى لها عيانة هذه الانجازات وبالتالي زالك فاضل كيل لذلك هو هذا الكم الهائل من والشهادات العليا قاعدة وباب وزارة التعليم العالي الشهور تالي هيجابهم المي الحار المي الحار وكتلوهم بالعصي لأنه سيتحدثون عنه لأنه نحن نريد شهادات عليا وتقنقراط شنو اللي التقنقراط ويدعون من هما بالخارج أصحاب الشهادات بالخارج إبنتوا اللي بالداخل نسيت لهم شي ضربتوهم بالرصاص وبالماء الحار وهذول الشباب اللي بالساحات اللي يشجق بي هم خريجين وعلماء وعقول كبيرة يجدسوا لهم محاصرهم ويطلع من ساحة التعرير تخطفوه قتلوه ما هي القضية فبالتالي وضع كارثي وضع فاسد لا يمكن القبول به ذلك هذه الثورة ماضية في طريقه قالوا أن سيادة توهكت الاستقلال هو منتهك ولا استقلال للعراق ولا سيادة وكذبة هاي كبيرة وانتوا رهنتوا العراق لهذا الصراع وحولتوا أرض العراق إلى ساحل الصراع ما حد حولها نعم انتوا حولتوها بإرادة إيرانية وامريكية وإرادتكم الخاضعة لهم حولتوها لذلك لا تحملون الشعب الكارثة اللي حصلت الشعب ما لا علاقة الشعب يريد يخلص منكم حتى يصلح الحال شكرا جزيلا لك الكاتب البحث السياسي دكتور رافع الفلاحي وشكرا لكم مشاهدين الكرام في كل مكان من الرافدين إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر